الآن العلوم الحاسب في عرض كبيرة جدا مثل الفرقات بين العلوم الطبيعية وبين الهندسة يعني هندسة كهربائية والهندسة الميكانيكية نابعة من علم الفيزياء لكن الفرقات ما بينها كبيرة جدا بينما الفرقات بين علوم الحاسب وبين مثلا هندسة البرمجيات أو النظام العلمات ما هي بذلك الفرق الكبير بينهم حتى الآن لأنه علم جديد طبعا عمره خمسين سنة بينما الفيزياء وهذه علوم لها يعني ما رأها يمكن ألف سنة أو أكثر في علوم الحاسب بعد ما تدرس البرمجة زي ما قلنا راح تدرس بعض المواد من بعض التخصصات المعينة في علوم الحاسب مثلا راح تدرس نظم التشغيل كيف تصمم نظام تشغيل نحن نسمع بالAOS بالMacintosh بالMac OS بالWindows وغيرها كيف النظم هذه نظم التشغيل هذه كيف تصمم طبعا في بعض الجامعات حتى نظم المعلومات وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب كلهم يدرسون نظام التشغيل فهذا شيء موجود لكنه يعني هذا شيء أساسي ورئيسي في علوم الحاسب شيء ثاني راح تدرس في علوم الحاسب راح تدرس قواعد البيانات راح تدرس كيف أول شيء كيف تسوي برنامج وتشبكه مع قاعدة بيانات كيف تصمم قاعدة بيانات باستخدام قواعدة بيانات العلاقية Relational Databases والSQL Language أو لغة الSQL وكيف ممكن حتى بدت تدرس في بعض الأحيان تدرس كيف تصمم البرامج حق قواعدة بيانات دي زي الSQL Server وزي Oracle Database كيف تصمم نفس Oracle Database دي زي ما شركة تسوي أيضا الآن راح تدرس في علوم الحاسب هذا مو بضرورة في كل الجامعات لكن كامتداد طبيعي جد القواعد البيانات راح تدرس Data Science أو علوم البيانات كيف تسوي تحليل البيانات كيف تبني نظام وبرامج عشان تسوي تحليل البيانات راح تدرس ممكن الBig Data أو كيف تخزن البيانات الضخمة باستخدام قواعد البيانات اللي ما تتبع الSQL هذه طبعا مواد جديدة ما هو بالضرورة موجودة في كل الأقسام لكن هذه مواد من المواد الأساسية والرئيسية في علوم الحاسب والمتكد علق الجامعات الكبرى في أمريكا تدرسها الجامعات السعودية صراحة ما عندي خلفية قوية إلى أي مدى يدرسون الأشياء هذه في علوم الحاسب لكنها من الأشياء الرئيسية والأساسية في علوم الحاسب اللي نسميها Big Data أو Data Analytics أيضا من الأشياء اللي راح تدرسها إن شاء الله في علوم الحاسب اللي هي النظم الموزعة أو Distributed Systems واللي الآن يدلعونا خلونا نقول بالكلاود الآن لما تيجي تبني نظام على الكلاود إذا كنت تسمع بكلمة كلاود هذه هذه كلمة يعني نوعا ما أنا أعتبرها كلمة تسويقية أكثر منها كلمة يعني علمية فلما يقولك أن تبني خدمات كلاود وكلاود سيرفيسيز وباكينت في الكلاود فهذا كل الكلام هذا كله نقدر نرخصه في المواد الخاصة بالنظم الموزعة أو Distributed Systems إذا درست مواد Distributed Systems بالشكل الصحيح فإنك راح تأخذ أساسيات كيف تبني خدمات شبيهة بالخدمات التي تبنى الآن على الكلاود فهذه من المواد اللي اعتبرنا من المواد الممتعة والمواد المهمة جدا في علوم الحاسب من أهم التخصصات اللي راح تدرسها في علوم الحاسب والتخصص هذا حسب علمي ما يدرس في أي قسم غير قسم علوم الحاسب حاليا في الجامعات السعودية هذا زي ما قلت حسب علمي اللي هو تخصص الذكال الاصطناعي وطبعا تحت التخصص هذا علم المشيل ليرنينج أو علم تعلم الآلة وهذا من التخصصات اللي الآن تعتبر زي ما يقولون زي ما تخصص مهم جدا جدا حاليا الآن بدأ يظهر فيه اهتمام كبير جدا وتسمع عنه في الإعلام الآن حتى عندنا في السعودية حسب علمي ما في أي قسم في السعودية يدرس التخصص هذا في الجامعات السعودية غير سوى قسم علوم الحاسب في مواد مادة أو أكثر من مادتين يسمونها مواد الذكاء الاصطناعي فهذه مادة جميلة جدا مهمة جدا ولا تدرس إلا في علوم الحاسب أخيرا في علوم الحاسب راح تدرس مواد لغات البرمجة والكمبايلرز والانتربريترز بمعنى آخر راح تدرس مادة أو مادتين تتعلم من خلالهم كيف تصمم لغة برمجة يعني زي ما في ناس صمموا لغة جافة ولغة جافة سكريبت ولغة سي وغيرها في المواد هذه أول شي تتعرف على أنواع لغات البرمجة الموجودة حاليا زي نوش الفرقات فيما بينها وتتعلم أيضا كيف تصمم لغات البرمجة وكيف يصمم الكمبايلر اللي يترجم من لغات البرمجة اللي حنا متعودين عليها زي الجافة وغيرها اللغة الأعلى أو البايناري كود فهذه من المواد التي لا تدرس تقريبا إلا في علوم الحاسب أنا للعسف قلت أخيرا وأنا نرسيت حاجة مهمة جدا صراحة في علوم الحاسب تدرس وهي أمن المعلومات طبعا أمن المعلومات من أهم المواد اللي تدرس في علوم الحاسب تدرس طبعا بطريقة مختلفة لاحظتنا بين كثير من الجامعات لكن بشكل عام تدرس فيها وش معنى أمن معلومات تدرس فيها مقدمة عن تشفير تدرس فيها مقدمة عن تأمين مواقع على الإنترنت تدرس فيها مقدمة عن تأمين الوبراتينج سيستمز أو نظمة تشغيل مقدمة عن تأمين قواعد البيانات وغيرها أمن معلومات تشمل الجوانب عديدة جدا فهذه من المواد الرئيسية طبعا والأساسية التي تدرس في علوم الحاسب ولكن لا تدرس فقط في علوم الحاسب وباقي حاجة ثانية برضو أنا نسيتها رح تكلم عنها الآن والأهل اللي إن شاء الله ما أنسى أي شيء في علوم الحاسب طبعا من المواد المهمة جدا في علوم الحاسب اللي تدرسها والمواد الأساسية اللي هي نتوركس أو الشبكات كيف تصمم بروتوكولات الشبكات تقريبا هذا هو الشيء الرئيسي والأساسي اللي رح تدرسه اللي هو بروتوكولات TCB بروتوكول الـ IP رح تدرس بروتوكول الـ HTTP على المستوى الابليكيش اللير وغيرها من البروتوكولات فرح تدرس الأشياء هذه تفهم كيف الشبكات تصمم رح تدرس أيضا البروتوكولات على مستوى الهاردوير ولكن بدرجة أقل بكثير من مثلاً دراسة هندسة الحاسب فهنا مثلاً لما يقولك أن هندسة الحاسب يدرسون شبكات وعلوم الحاسب يدرسون شبكات طيب إيش الفرق؟ تلاحظ أن هندسة الحاسب يركزون أكثر على مستوى الهاردوير في الشبكات البروتوكولات الخاصة بالهاردوير مثل الإيثير نيت وغيرها بينما علوم الحاسب يركزون أكثر على البروتوكولات اللي موجودة في مستوى الـ Operating System، نظام التشغيل ومستوى السوفتوير مثل البروتوكول الإي بي والتي سي بي وغيرها فالنتوركس من المواد الـ